تقابلنا قبل كذا وتفعلت خير؟ أنه وأخيراً في أحد فيها البيت عاقل ويتكلم بمنطق قبل لا يتصرف والحين وش اللي تغير؟ غيرت رأيك ولا وشه؟ لا أبد ما غيرت رأي ولا شي لا الحين ما تفعل أنك التعقلين بنتختك بما أنك على الرابط زواجها الميمون هم هالحين نتارك شغلك وأمورك كلها وجاي لين هنا عندي عشان تقولي ذلكلام؟ أنا لهالحين ما قلت شي أجل ما في داعي تقول شي تدري ليش؟ لأن بنت اختي عاقلة وعاقلة هيوزن بلد بعد والله بنت اختك ما شاوفت زوجها صارت ما تشوف شيء ثاني وش المفروض تشوف يعني؟ تشوفها بعد من كده تشوف عريس الغفلة لو دخل الشركة وش ممكن يصير؟ والله يا زيد أنا أقول أنك ما قدرت منعها وجايلا هنا عندي عشان تبيني أنا أمنعها أنا ما أقدر أمنعها أنا أمنعها ونص بس بس قلت أجيك ممكن أنت توفرين علي هذا كله طيب إذا هذا اللي جاي عشان تقوله فتضمن رسالتك وصلت ها؟ في شيء ثاني تبي ضيع وقتك فيه؟ أنا أقول عقليها لين واضح أنها هنجنت بعد ضرعت زواجها ما نصحة بعد أنها تشوف جنوني لو لمحت وولد الخطوان في الشركة ثقة زايدة هذه ما هي بالمصلحتك تبي نصيحتي مدال ما تهدد ناور المناورات هذي كلها متاركة لأهلها السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام يا أهلا وسهلا خير سلامات وش فيك؟ مكسر وحالتك حالة كل هذا بأول أيام زواجك مش خليت القدام يا خديجة سوي شربة للعريس عشان تقوى أعظامه أنت جيت عند المكتب عشان تبي تتأكد إذا أنا كشفت اللي حولي أو لا؟ أنا هييت عشان قلت إني راح تم يمتش